أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين تسعى دائما إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول الآسيوية الصديقة في مختلف المجالات وهو ما رسخته رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من خلال الزيارات الرسمية إلى الدول الآسيوية بما يدفع بتلك العلاقات نحو أفق أرحب وتحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله في قصر الإغضابية اليوم سعادة السيد كوهيون مو سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين حيث رحب سموه بسعادة السفير الكوري بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث أكد سموه دعمه للسفير الكوري في المملكة بما يسهم في تسهيل مهم عمله الدبلوماسي متمنيا له التوفيق والنجاح وأشار سموه إلى مدى عمق العلاقات البحرينية الكورية وتميزها على مختلف الصعود وتعزيز الشراكة بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومد جسور التواصل الاقتصادي والتجاري والتنسيق المشترك الذي أعطى زخما أكبر للعلاقات بين البلدين واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي من جانبه عرب سعادة السفير الكوري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الكورية ودعم التعاون بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر